السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقولك النهار ده عن 9 علامات لو شفتها على حد هتعرف ان عنده جنف او تشوه في العمود الفقري الجنف هو انحناء او ميلان جانيبي للعمود الفقري وهو تشوه ثلاث الابعد معظم حيات الجنف بيكون سببها مش معروف وبيصيب 2-4% من الاطفال والشباب لكن نصف المية بس اللي بيحتاج الى علاج ايه هي علامات الجنف اول حاجة بتلاقي الكتفين مش مستوين كتف اعلى من الكتف تاني حاجة احد الواحد كتف او عدمة اللوح بتلاقيها برزة في كتف عن الكتف الاخر وخصوصا لو الشخص انحنل الامام وانت واقف وراه تالت حاجة الوسط غير مستوي في الناحيتين رابح حاجة ورك بيكون اعلى من ورك خمس حاجة العمود الفقري بيكون ميل من الخلف وما فهوش استقامة سادس حاجة الرأس ما بتكونش في المنتصف سابع حاجة بتلاقي احد الزراعين اعلى من الاخر تامن حاجة تسطح الخسر في احد الجوانب والجانب الاخر في انسناقات تاسح حاجة المسافة بين الزراع والجسم في احد الجوانب بتكون اكتر من الجانب الاخر دي اهم تسع علامات لو لقيتها على شخص تعرف ان عنده جنف او تشوه في العمود الفقري ومعظم العلامات دي بتشوفها وانت واقف ورا المريض الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن درجات تشوه العمود الفقري او درجات الجنف باتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شيرو باتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور تركي استشار قراحة العزام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته